اشتركوا في القناة واسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو وولي العهد والشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة بوفاة صاحبة السمو الشيخ هالة بن دعيج آل خليفة رحمها الله وذلك بقص الرفاع مساء كما تقبل جلالته التعازية من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وأشار جلالة الملك المفدة بمناقب الفقيدة وإسهاماتها الطيبة في المجالات الإنسانية والخيرية لخدمة المجتمع البحرني وقد بادلهم جلالته التعازي سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه وإسكنها فسيح جناته وقد رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأنجاله وأشقاء الفقيدة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى المقام السامي لصاحب الجلالة على تعازي ومواساة جلالته في وفاة الفقيدة رحمه الله ضارعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المفدة ويرعاه ويديم على جلالته وافر الصحة والسعادة كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الوزراء حفظه الله على تعازي ومواساة سموه في هذا المصاب داعين الله أن يحفظ سموه ويمتعه بالصحة والعافية شكرا شكرا